اهلاً وصحناً بحضراتكم من جديد نتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جداً ويهم 100 مليون مواطن مصري نتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل هيئتها والحقيقة إنه بتعد نقلة حقيقية وتاريخية بالنسبة للنظام الصحي المصري ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جداً بيخلي التأمين الصحي موجود ومتوفر لكل المصريين من جميع الأمراض طبعاً البداية إحنا عارفين بدأت ببرسعيد وعارفين يفيه توسع بعد كده والخطط بتشمل بقي محافظات مصر إن شاء الله تدريجياً لكن في النهاية هي خطوة جيدة جداً اتعاملت في وقت الحقيقة قياسي كبداية وفي نفس الوقت كان فيه تحديات أكيد لبدء هذه المنظومة ولكن إن شاء الله يا رب مع الأمل والسعي المستمر نكون أدى هذه التحديات ونتكلم هنتكلم أكتر عن دور هيئة الاعتماد والرقابة لوضع المعايير المهمة جداً لجميع المنشآت الطبية في مصر وإزاي بيعتمدوا اللي بيدخل منها فيه منظومة التأمين الصحي الشامل وإزاي بيعتمدوا العاملين في هذه المنشآت لأن كل دي حاجات مهمة لأن الحقيقة الحديث عن المعايير والجودة والدقة دي أصبحت النهاردة شيء أساسي في أي منظومة وتحديداً طبعاً عندما يتعلق الأمر بمنظومة الصحة في مصر ضفنا اللي منورنا في استوديو هذا الصباح الدكتور حسام أبو ساتي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى الهيئات المسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الشامل من المؤشرات الأولية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تبقت في عدد من المحافظات في ست محافظات في المرحلة الأولى بتقول قد إيه هذه المنظومة نجحها بشكل واسع ومن بين أسباب نجح هذه المنظومة فكرة الحوكمة والإدارة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لدرجة أنه تم تأسيم هذه المنظومة إلى ثلاثة هيئات مقدمة للخدمة أو منح الخدمة والاعتماد والرقابة لحضرات مسؤولة عنها وربما جهة أخرى متعلقة بالتمويل تمام إيه الفلسفة التي تقوم عليها فكرة الرقابة والاعتماد للهيئات الصحية المعتمدة طيب صباح الخير لحضراتكم صباح الخير للسادة المشاهدين أنا في البداية اسمحوا لي أن نحن نستغيل وجودنا النهاردة في البرنامج أن نحن نعمل نوع من التعريف للسادة المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل المنظومة دي أنشأت بقانون 2 للسنة 2018 قانون نظام التأمين الصحي الشامل اللي هو تم إنشاء ثلاث هيئات زي ما حالك وقلت بالضبط هيئة الاعتماد والرقابة اللي احنا بصدد الحديث عنها النهاردة ودي المنط بيها اعتماد المنشآت الصحية ووضع المعايير زي ما قلتلو استزامينا بالضبط كمان القانون ألزمنا أن المعايير دي تم اعتمادها دوليا يعني فيه جهة دولية هي الجهة دي الوحيدة الموجودة على مستوى العالم بتعتمد المعايير الخاصة بكل الدول الموجودة في العالم اللي هي الجمعية الدولية لجورة الرعاية الصحية اللي هي اختصارا بقول عليها اسكوا فاحنا في مصر دلوقتي شغالين بننشأ ونصنع هذه المعايير اللي بيها بيتم اعتماد المنشآت الصحية الهيئة التانية اللي هي هي تتمون الصح الشامل ودي الهيئة المنط بيها جمع الاشتراكات وجمع موارد للنظام والصرف على النظام دي فلوس دي فلوس ده رئيسها المعالي الدكتور محمد ميت وزير المالية الهيئة التالتة ودي احد مقدم الخدمات الصحية اللي هي هي هيئة الرعاية الصحية اللي هي بتارس منشآت وزارة الصحة بعد تأهلها ورفع كفائتها بتقول الى او بيتم نقل ملكيتها الى هيئة الرعاية الصحية يبقى احنا عندنا الوقت تلات هيئات تلاتات دول شغالين في الخانون المنظومة تم اطلاقها بواسطة السيد رئيس الجمهورية في يونيو 2019 في بورس عيد المنظومة شغالة في بورس عيد يمكن احنا مقربين من ثلاث سنين تقريبا يعني بقى لنا سنتين ونص تلاتين ستة اللي جاي يكون بورس عيد بقى لها ثلاث سنين في ستة شهر فبراير عشرين وواحد وعشرين السيد رئيس الجمهورية اطلق التشغيل التجريب للمنظومة في ثلاث محافظات اسمعالية جنوب سينة لأسر السيد رئيس مجلس الوزراء اصدر خرار اللي هو التشغيل الرسمي والفعلي للمنظومة في بورس عيد والمنظومة في محافظة لأسر حاليا دلوقتي اسمعالية شغالة تشغيل تجريبي لو انا قلت لحضرتك ان الفترة اللي فاتت دي يعني احنا دلوقتي شغالين في بورس عيد ده بشكل كامل شكل كامل ورسمي وكامل لأسر شغالة رسمي لكن بشكل يعني 80% تمام والاسمعالية بشكل تجريبي والاسمعالية تجريبي وجنوب سينة تقريبي والمحافظاتين اللي موجودين معنا اللي احنا بنجهز فيهم دلوقتي السويس واصوان واحنا المفروض ان الخطة المحطوطة بواسطة وزارة الصحة ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى اللي هما ستة محافظات في تلاتين ستة عشرين اتنى وعشرين تمام طيب الهيئة العامة للاعتماد كلها هل هي المظلة الكبيرة اللي تحتها التلات تخصوصات الحاجة ذكرتها دلوقتي لا يا فاند هي هيئات مستقلة هي هيئات مستقلة تلات هيئات هي هيئات عامة هيئات مستقلة تماما الهيئة العامة للاعتماد والرخابة الصحية هي هيئة المنط بيها زي ما انا قلت كده وضع المعايير واعتماد المنشآت والرخابة عليها والهيئة المالية وهذه الهيئة تخضع للاشراف العام للسيد الرئيس الجمهورية هيئة التأمين الصح الشامل المنط بيها تمويل النظام دي بتخضع للاشراف السيد الرئيس مجلس الوزراء هيئة الرعاية الصحية اللي هي أحد مخدم الخدمات الصحية بتاخذها على إشراف السيد وزير الصحة حارك ذكرت في كل تعريف من التعريفات التلاتة تقريباً كلمة المعايير المعايير ومعايير الجودة المعايير دي بتكون بناء على إيه أنا عارفة أن حارك ذكرت أنه فيه طبعاً وبيبقى فيه عندنا معايير دولية برضو نلتزم بيها بس هل بيتم تمصير بعض المعايير بما يتوافق مع مجتمعنا ويتوافق مع احتياجاتنا وما إلى ذلك ممتاز، يعني أنا بشكر حالك جداً ومبسوط جداً من كلمة تمصير لأن الكلمة دي ممكن إحنا وإحنا في وزارة الصحة في 2007 مع معالي الوزير الأسبق الدكتورة حاتم الجابري لما كنا بنشتغل على وضع معايير لاعتماد المنشآت الصحية في جنوات مصر العربية كان من السهل جداً إن إحنا نجيب معايير أعلمية موجودة في العالم كله ونترجمها ونستخدمها جوا مصر لكن إحنا لقينا إن فيه يعني صعوبة كبيرة جداً لأن الوضع جوا مصر ليه خصوصية وبالتالي الهية العامة لاعتماد ورخابة الصحية بالفريق العمل الموجود داخل الهية بمجلس الإدارة برئيس مجلس الإدارة بالليجان النوعية يمكن الليجان دي أصوزة منا اشتغل فيها 80 خبير مصري علشان يحطوا معايير مصرية يحطوا معايير مصرية إحنا حطينا معايير للتخصصات المختلفة النهاردة إحنا عندنا اعتماد من الأسكوة لأربع أدلة يعني عندنا اعتماد من الأسكوة لمعايير اعتماد لمستشفات عندنا معايير الأسكوة أو الإسكوة أعتمدت اعتمدت المعايير الخاصة بيننا اللي هي معايير المستشفيات خلصناها واعتمدنا من الإسكوا معايير وحدات ومراكز الرئيس الحالة الأولية التحايل الطبية الجزء الخامس يمكن ده حصرياً لحضراتكم يمكن لسه أمس بس جالنا إيميل من الإسكوا تم الموافقة على معايير احنا حاجة بنقول عليه اللي هي مراكز الطبية المتخصصة وحطين جواه معايير الصيدليات ومعايير العيرات الخاصة ويمكن دي هتعمل لنا انفراجة كبيرة في المنظومة لأن المنظومة احنا محتاجين للقطاع الخاص يدخل بقوة معنا في المنظومة يعني كده الخمس معايير اللي احنا معتمدينهم في مصر زي ما لنا قالت مصرناهم تم اعتمدهم من الإسكوا احنا احنا صنعناهم صنعناهم تم اعتمدهم من الإسكوا بشكل رسمي تمام ممتاز كل المعايير المصرية اعتقدت من احنا شغالين دلوقتي اللي بقى لنا في المعايير شغالين على الوقتي معايير بنوك الدم مراكز بنوك الدم وتجميع وفصل البلازمة يشغلين في معايير مستشفيات الصحة النفسية يمكن هما دونوا أظن من إسبوعين ترتعة كده كان في اعتماد لمستشفى الظهور في برصعيد وفي مستشفى أخر في برصعيد أظن تم اعتمادهم من الاسكوا ممتاز اعتماد من الهائة العامة للأعتماد والرخابة الصحية لكن مش من الاسكوا لا يا فندم抽 ها إحنا اللي بنعتمد الهاية العامة اللي هو اختصاراً بنقول علىها الهُّهر الهاية العامة الإعتماضة الر AMY ваш الصحيحيا الهتيت entrenligh renewable جهر اللي هي Wakehan GPS جهر بالإنجليزي كتابة هذه الهاتم launch هي الهاية العامة الإعتماضة الرratingativa الصحيحية اللي بتعتمد إحنا ما عايرنا معتمدة من الإسكور إحنا ما عايرنا معتمدة دولياً فأي يعتمد من حضرتكم كأنه الإسكور Thi ж ishamae نعم. الان يعبين conexحة السشفاتي , وال línea من أنهم 6 مستشفاتي التسجيل هو مرحلة من المرحلة الاعتمادية يعني أنا لو قلت لحضرتك مثلا أن أنا عندي متطلبات التسجيل وعندي معايير اعتماد متطلبات التسجيل هي تقريبا من 25% لـ 30% من معايير الاعتماد يعني أنا علشان أدخل المنشآت الصحية في المنظومة بسرعة لأن الاعتماد مرحلة شوية أعيزة شغل وقت شوية فأنا عملنا مرحلة كده في مصر وده برضو يعني اختراع مصري أن احنا عملنا مرحلة بنسميها تسجيل المنشآت الصحية التسجيل ده بيسمح للمنشآت أن هي تتعاقد مع منظومة التمينة الصحي الشامل يمكن النقطة اللي احنا ما قلناهاش في البداية أن أي منشآت صحية موجودة على أي مصر على أرض مصر أي أن كانت تبعياتها إيه أو أي أن كانت تبعياتها إيه يعني حكومية أو خاصة أو طبع الخدمات الطبية في أخوات المسلحة أو طبع الخدمات الطبية في الداخلية أو طبع جامعيات أهلية أو تبع أي وزارات تانية زي وزارة البترول زي وزارة الكهرباء زي وزارة الأوقاف أي منشأة صحية موجودة في مصر لها الحق في التعاقد مع منظومة التمينة الصحي الشامل هو الشرط الوحيد أنها تحصل على التسجيل أو الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد الخاصة طيب مش ممكن ما نسألش حضرتك عن دور الهيئة وتعاملها مع حياة كريمة وحياة كريمة بتكلم فيها على كل مناحي الحياة المختلفة ودايما بيبقى تركزنا الأكتر مش بس على السكن وإنما السكن الصحة والتعليم ومناحي أخرى طبعا كثيرة يعني إيه هنا دور الهيئة يا فندم طبعا يا فندم يعني بجانب الفلسفة العامة من مبادرة حياة كريمة وهي رفع يعني مستوى الخدمات اللي بتخدم للمواطن المصري ورفع كفاءة الحياة للمواطن المصري لكن حياة كريمة بتعمل لنا في منظومة التمينة الصحي الشامل حاجة مهمة جدا 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 يمكن في البداية أنا ما قلتش لحضراتكم إن المنظومة في القانون كتمافر تطبق على 15 سنة سيد رئيس الجمهورية وجه إن المنظومة تطبق خلال 10 سنين 10 سنين حضراتك مر من نوم سنتين إحنا بقلنا 8 سنين علشان نطبق المنظومة بالمعدل اللي إحنا شغالين بيه حاليا دلوقتي هيبقى صعبة جدا إنحنا نطبقها في 8 سنين جات مبادرة حياة كريمة عشان تحللنا اللغزة ده إحنا النهار ده عندنا في المرحلة الأولى أكتر من 1200 وحدة صحية بيتم إنشأهم إنشاء جديد أو رفع كفائتهم في مبادرة حياة كريمة كل المنشآت الصحية 1200 وحدة وحاجة نسميتهم كم من مجمل المنشآت لا ده ده مرحلة الأولى ده ده يعني تقريبا تلت المنشآت تلت المنشآت التعرف حياة كريمة حضراتك هتطبع 3 سنين صحيح فخلال 3 سنين أنا هكون تقريبا خلصت المنشآت الصحية الموجودة في القرى وفي المراكز كلها كلها فأنا عايز أقول لحضراتك بنعمل إيه بقى إحنا الوقتي لما بنيجي ننشئ واحدة صحية جديدة في مبادرة حياة كريمة الواحدة الصحية دي بنراجع التصمامات بتاعتها التصمامات الإنشآت في الهيئة عندنا في الهيئة الاعتمادات والرخارة الصحية عشان نتأكد أن الدزاين ده مطابق للمواصفات العالمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بحيث أن أنا لما أنشئ الواحدة النهاردة ما يجيش بقى لما أجي أدخلها المنظومة أقولوا الله ده أنا عايز أهد الحطة دي ده أنا عايز أفتح باب هنا ده أنا عايز أفتح شباك هنا أنا شايفة أنه محتاجة عمله لأنه الظروف بتحتم علي كده لو هفكر فيه أو هعمله واطلب الموافقة عليه هعمله من الأول هعمله دلوقتي عشان بعد الحصول من الدزاين وهو لسه رسم على الورق آه أي آه لازم عمله بدري في مرحل الأوليين ودي فلسافة جديدة يمكن الموضوع ده موضوع خطير إن الموضوع ده أنا متخيل إنه مش بغفر مليون أنا متخيل إن الموضوع ده بغفر مليارات مليارات إن أنا النهاردة شغال أي منشأة صحية بيتم إنشأها في مصر النهاردة وهي لسه مشروعة على الورق بيتم وده توجيه السيدة رئيس مجلس الوزراء بيتم مراجعتها بوسطة الهيئة العامة على تماظ الرخابة الصحية عشان نتأكد إن هي مطابقة للكود المصري للبنى ونتأكد إن هي مطابقة لمعايير الاعتماد الخاصة بهاية الأتماظ الرخابة الصحية أنا كمواطن الكلام كويس وكلام جميل اللي حضاك بتقوله لكن أنا كمواطن هدخل الوحدة الصحية هدخل منشأة صحية إلا هجده من اختلاف بين المشأة الصحية اللي خدت الاعتماد والمنشأة الصحية اللي لسه خدتش اعتماد شوف أنا أقول لحضرتك المواطن من لاحظوا الدخول للمشأة وحتى خروجوا من المشأة يعني رحلة المواطن داخل المشأة إحنا في هذه الاعتماد الرخابة الصحية بنضمن إن هي تكون رحلة آمنة وسليمة يعني إن المريض ياخد الخدمة الصحية بتاعته بجودة عالية إن المريض ما يحصلوش نقل عدوى وهو موجود داخل المنشأة إن المريض أنا هوصل حضرتك لمرحلة حتى نوع الأرضيات اللي بتستخدم في المنشأة إن أنا مريض أو مرافق المريض وهو جوه المنشأة ما يحصلوش انزلاق اسمحوا بك شوفنا الصور الموجودة في مستشفيات بورس عيد الخدمة ناخد ما تصل إلى خدمة فندوقية هل ده هينطبق ويطبق على كل المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية الموجودة في كل الجمهورية اللي هتدخل ضمن التأمين الصحي الشامق بالضبط فندب كده دي المعايير اللي احنا بنشتغل بيها لكن أنا كمان عايز أقول كمان للسادة المواطنين حاجة أكتر من الديزاين وأكتر من فخامة البناء احنا كمان بنتكلم على جودة جودة الخدمة نفسها فعالية الخدمة زي أنا كمريض أدخل للمستشفى أخذ خدمتي أطلع معافة وسليم أقدر أرجع شغلي خلي بقى لحضتك هي أمور بتترتب على بعضها يعني دي كلها عوامل اقتصادية في البلد أنا لما أكون موظف في شركة أو مصنع أو موظف في هيئة حكومية وأمرض وأدخل أخذ علاج غلط وبعدين أرجع تاني أنام في المستشفى ومرضي يطول غير لما أنا أدخل أخذ علاجي من أول مرة صح من أول مرة صح أرجع أشتغل تاني وأرجع لخط الإنتاج بتاعي أنا عايزة أرجع مع حضرتك بس منذ لحظات كده كنت بتتكلم على واستخدمت أكثر مرة كلمة الآمن والاستخدام الآمن للمنشآت الطبية والتصميم الآمن للمنشآت الصحية برضو أنا عايزة أمثلة تانية وعايزة أعرف برضو المواطن لما يسمع المصطلح ده من حضراتكم في الإعلام يعني إيه التصميم الآمن للمنشآت الصحية شوف يا حضرتك التصميم الآمن للمنشآت الصحية إحنا بنقصد به أن التصميم يخدم على متلق الخدمة المرضى وزويهم بيخدم على مقدم الخدمة بيخدم على البيئة المحيطة يعني أنا الوقت التصميم آمن مثل ما قلت لحضرتك لا يحصل عدوى لمقدم الخدمة ولا يحصل عدوى لمتلق الخدمة الوقت إحنا شغلنا بيطلع عنه نفايات طبية النفايات الطبية دي كيف يتم التخلص من النفايات الطبية عشان ما تقزيش البيئة المحيطة بالمكان اللي بيقدر خدمات الطبية احنا بنبقى حارسين جدا أن احنا المريض من لاحظة دخوله للمستشفى أو المنشأة الصحية وحتى خروجه منها أنه يتلقى خدمة آمنة وسليمة وفي حاجة بسموها الفاعلية الإيكلينيكية يعني يتم تقديم الخدمة الطبية له طبقا لأدلة العمل الإيكلينيكية اللي زي ما قلت لحضرتك إن العيان من أول مرة ياخد خدمته صح المراحل دي صعبة يا دكتور لتحقيقها يعني وبعدين حركت بالحديث عن فكرة الاستدامة والبيئة فإحنا نتكلم على استراتيجية 2030 وستراتيجية مصر لتنمية المستدامة فالتعامل مع البيئة بالمخلفات بالهواء بالكاربون يوزج حتى أو الاستخدام الكاربون كل حاجة لازم تكون دخلة فيه تحت هذه المظلة الكبيرة ألا وهي التنمية المستدامة والاستدامة والعالم النهاردة أحدث حاجة في العالم النهاردة بيتكلموا عن حاجة اسمها السستين هسبتلز أو المستشفات المستدامة تحيك بتجيبي كلمات خطيرة يا سوزان من النهار شكرا دراسة يا فندم الرواحلة بذاكر طوله النهار والله في السستينابلتي بالزيد فيعني معلش بقى لازم أفض عضلاتي شوية بعد إذنكم برده على المستشفات الصحية المستدامة ويمكن يعني خليني أرجع الفضل لأهله إن النهاردة يمكن أول مستشفى في مصر بتطبق معايير السستين هسبتل أو المستشفى المستدامة ده المستشفى اللي بإنشأها الدكتور مجدي يعقوب في السنة أكتوبر يا طبعا ده قيمة كبيرة جدا وده عالم كبير وده كلنا بنتعلم منه وهو يعني دايما أعرف حضرتك دايما المبادرات الجديدة أو التحول منطقة التحول دايما بيقودها ناس عظماء يمكن إحنا عندنا الدكتور مجدي يعقوب في حتة المستشفات المستدامة دي أول مستشفى هتتعامل في مصر اللي هي إيه مستشفى بتوفر الطاقة مستشفى بتوفر الميا مستشفى بتعتمد على الموارد الطبيعية نسبة الإضاءة جوه المستشفى تبقى بتعتمد على الموارد الطبيعية يعني أنا لما أبدي مستشفى النهاردة حضرتك يمكن دي ثقافة ويمكن كل السادة مقدمة الخدمة اللي هيسمعوني أو الأطباء أو العاملين في المجال الصحي هيعرفوا معنى اللي أنا بقوله أنا لما أبدي مستشفى النهاردة في مصر أنا المستشفى إزاي يقعد معي خمسين سنة ومئة سنة ما أقربش منه إزاي أنا النهاردة ما أبديش مستشفى واجي بعد السنتين ثلاثة أقوله والله إذا إحنا محتاجين نعمل وحدة غسيل كلو في الحتة الفاضية دي ده اللي بيحصل قبل كده ده اللي بيحصل في كل مستشفياتنا قبل كده فإحنا النهاردة حضرتك بنشتغل كتير وبناخد وقت كتير في مراجعة التصممات علشان نضمن فكرة الاستدامة فكرة الاستدامة طيب إحنا كلما نشوف من شوية بعض الحصيات المتعلقة بعدد المستشفيات واعتماد المستشفيات في المحافظات ونسب دخول المستشفيات في هيئة الرقابة والاعتماد من بين أهم التحديات اللي كنا بنعاني منها سابقا في الإدارة في مصر بشكل عام بما فيها الصحة فكرة المتابعة والرقابة اللاحقة المنتز اللي هي الفلق أبو الزبط هل من فلسفة الهيئة أن يكون فيه رقابة لاحقة على الاعتماد أوي فانتم الهيئة من اسمها هي الهيئة عندنا هي جزئين الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هي الهيئة عندنا فيه جزء متعلق بوضع المعايير والاعتماد فيه جزء تاني بيتعلق بالرقابة الرقابة عندنا بتفعل مباشرة على أي منشأة صحية بيتم تسجيلها واعتمدها أي منشأة صحية النهاردة يعني النهاردة أنا عندي 147 منشأة صحية مسجلين ومعتمدين جوه الهيئة ال147 دول هم خضعين للرقابة عندي للإدارة المركزية للرقابة يتم المرور على هذه المنشآت بصورة دورية وبصورة مخططة وغير مخططة عشان أتأكد من استمرار التزام المنشأة بتطبيق لكن أولاً لابد أن تحصل على الاعتماد يعني لو فيه مستشفى لم تحصل على الاعتماد ما ينفعش حالك ترائب عليها ده بالنسبة للقانون حالياً بالنسبة للقانون التأمين الصحي الشامل حالياً أنا لا مليش صلاحية أن أنا أرائب إلا على المستشفى اللي تم تسجيلها أو اعتسجيلها طيب عرض شان برضو نلخص جزء كبير من اللي ذكره دكتور حسام إحنا معنا إنفو جرافيا فاندم أو عرض بنكلم فيه عن بعض الخدمات اللي بتقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمقدمي الخدمات بقى تحديداً لأنه زي ما دكتور حسام طبعاً شرح إحنا عندنا مقدم الخدمة وعندنا متلقي الخدمة وعندنا التمويل نفسه أو يعني إزاي يتم ضخ الأموال في هذه المنظومة تعالوا نشوف مع بعض هذا الأرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت بعض التوجهات ربما أو المعايير لمقدمي الخدمة للتسجيل والاعتماد في الهيئة العامة للتسجيل والاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لازم نخدم دكتور حسام لكن سؤال أخير لحدثة مشرفنا طبعاً في هذه الفقرة النقاشية اللي أعتقدنا هامة جداً وهمة للغاية كان فيه من سنة تقريباً أو أقل من سنة بعض المؤشرات بعض الإحصائيات والأرقام والتصويت اللي حصل في بورس عيد حول أو انعكاس أو ردود أفعال المواطنين حول الخدمة الصحية المقدمة هل ده بيتكرر في عدد المحافظات اللي طبقت فيها تأمين الصحي الشامل؟ ده ممتاز وده السؤال ممتاز وده يعني بيديني إيه تاحة إن أنا أقول حاجتين إن أنا أقول إيه اللي بيتهم وإن أنا أوجه رسالة للسادة المواطنين اللي بيتهم إن إحنا عندنا إدارة كبيرة جداً وجزء كبير جداً من شغلنا متعلق برضى المتعملين صحيح الفريق بتاعنا بينزل يعمل استبيانات فعلية على الأرض الفريق بتاعنا بيتلقى شكاوة في الفروع وأنا من هنا من المكان مع حضرتك بنقول وإحنا دايماً لما بننشئ منظومات جديدة أنا أبقلش لحضرتك إن إحنا بنعمل منظومة والمنظومة دي شغالة مع المواطنين بنسبة 100% خصوصاً لما بقدم خدمات يا أستاذ سماني الخدمات صعبة جداً ولازم يكون في شكاوة منها أنا بعد أستاذ المواطنين إحنا بنرصد كل الشكاوة اللي موجودة من المنظومة وبنعمل على حلها حضرتك وإحنا لينا فروع في كل المحافظات الست محافظات لينا فروع في خمسة لسه بقلنا أسوان أي شكوة من المنظومة يتوجه إلى مقر الهيئة مقرنا معروف في كل محافظة من المحافظات وإحنا حتى تحت أمر السلام شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً على تبسيط حضرتك للمصطلحات العلمية اللي ممكن تبدو إنها معقدة بس أنا دايماً أقول الحقيقة من حق المواطن علينا إنه يعرف البلد بتعمل إيه هي الدولة بتعمل إيه فشكراً لحضرتك لتوضيح السورة شكراً جزيلاً بساطة المدير التنفيذي بقية العمل الاعتماد والرقابة الصحية على وجودك معنا شكراً في هذا الصباح وبهذا النقاش مشاهدة العزاء نكون قد وصلنا إلى خيتام هذه الحلقة من هذا الصباح نتمنى أن المنتخب المصري يحقق الفوز النهاردة ويحصل النجمة الثامنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ونيجي بكرة إن شاء الله ساعة 8 صبح كلنا فرحانين ونعمل حلقة يا رب تكون كلها على المنتخب المصري وعلى الأفراح اللي هتكون مالية الشوارع يا رب إن شاء الله شكنا ليك همام متفقلين جداً وإن شاء الله يا رب يا رب النهاردة إن شاء الله الساعة 9 باللين يتفرج على مطشة حلو وجميل وربنا يا رب ينصر منتخبنا ويفرح قلوبنا والنبات النهاردة كلنا إن شاء الله وإحنا مبسوطين نشوف حضركم بإذن الله هنجي دائريكت إن شاء الله نشوف حضراتكم بكرة ويتجدد لقاءنا معكم في تمام الثمينة صباحاً وحلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة أكسترا نيوز دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة